صبر على البلاء ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني ببلاء أو بمصيبة أو بضائقة أو بشكاية أو بألم أو بمرض ده كل صبر على البلاء في صبر آخر عن المعصية اللي هو في معصية قدامي في واحدة معدية فأنا لا أنا هغض عيني و هغض الطرف علشان أنا لا أنظر إلى الحرام و أمسك نفسي عن المعصية التي تغضب الله سبحانه وتعالى أو قدامي مثلا حاجة ممكن فلوس حرام أو إن أنا قد في حاجة مش بتاعتي والموضوع سهل لكنني كففت يدي عن هذا الحرام هذه الأنواع الثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية من آيات صورة لقمان يقول ربنا على لسان سيدنا لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه فيقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ده صبر على طاعة وانهى عن المنكر صبر على المعصية واصبر على ما أصابك ده صبر على البلاء هذه الآية جمعت الأنواع لهم الثلاثة لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أكتور محمد بيتحدث عن الصبر على الطاعة بيجيبها بصيغة الاستبار وخلي بالحياتك لما أقول لك اصبر غير لما أقول لك استبر استبر عليها أنا عندي اصبر ألف صاد با را عند كم حرف أربعا أربع حروف عند استبر ألف صاد طا با را كم حرف خمسة خمسة زودنا التا زودنا ايه؟ الطا استبر هنا الزيادة هو زيادة الحرف هنا تدينا معنى؟ آه طبعا العلماء يقولون احنا عندنا خمس حروف في استبر وأربع حروف في استبر زيادة المبنى في كلمة استبر دليل على زيادة المعنى عن كلمة استبر استبر صبر عادي لكن استبر انت محتاج جهد علشان تصبر انت محتاج مشقة علشان يعني تستطيع أن تؤدي فرائد الله سبحانه وتعالى